عرفتنا للأباضية هم الوهابية كان لهم فضل كبير في هذا الجن سبحانه صراحة أقولها لكم يعني خدم المذهب الإباضي خدمة ليست عادية في الجبل سبحانه نعم كما يقول ابو تمام وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي يعني بين الحين والآخر يأتي لي أحدهم ويقول لي أنتم الإباضية تقولون كذا وكذا وكذا فأنا ما أعرف كيف يعني مرة واحد خبرني قال أنتم تقولون بعدم رؤية الله أنا أيضا أصابني استياء الأمر كيف الإباضية يقولون بعدم رؤية الله حشاء حشاء ما أقول يعني كيف بالعكس الإباضية يعني كيف يقولون هذا جن كبير وكذا فبدأت أسأل حتى وجدت عند أحد الشباب شريط وبكل سرية أخذته منه لسماحت الشيخ وهو في رده لي ابن باز في قضية الرؤية حتى حصلت على الشريط أو قبل ما تحصل على الشريط كنت أسمع عن سماحت الشيخ مشهور معروف لا 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 نسمع بأحد حتى عمانا كنا نعرفه نعم وقدت الشريط سماحت الشيخ فيديو أو سمعي في البداية وجدناه سمعي طبعا أنا كنت أحفظه عن ظهر قلب كنا الشباب نسمعه هذا الشريط الوحيد للإباضية عندنا هذا ما حصلنا عليه للإباضة في سنة كم تقريبا هذا الشريط حصلت سنة كم في سنة تقريبا تين وتسعين واحدة تسعين وتسعين نعم يعني كان المرك عشرين سنة تقريبا نعم في هذه الحدود طبعا بعد ذلك بعد أن سمعنا الشريط بعد فترة حصلنا على الشريط فيديو نفس حضرة نفسه عفوا من هرب لك إياه هذا الشريط كيف حصلت لا التهريب التهريب هذا كان ما خاف يعني ما أحد يمسل لا الأمور خلاص انتهى القذافي الآن يعني إلى أي الرجعة طبعا التهريب كان يفت من تونس من تونس نعم الشباب كان بارك الله فيهم بين الحين والآخر يذهب أحدهم ويأتي بشيء نعم ويهرى التهريب طبعا القذافي ومثالبه أحيانا يفعل أشياء بغباء تكون في صارحهم تذكرون في فترة من فترات دعا إلى الوحدة العربية والأمور هذه وكذا فترك الحدود هكذا يعني هدم البوابات كلها وترك الأمور مفتوحة طبعا نحن استفدنا من هذه الطريقة أدخلنا أطنان من الأشرطة ومن هذه الأشياء ومن دخلت الكتب في تلك الفترة لكن شحيحة طبعا ليس لكل الكتب في تلك الفترة وحتى الكتب التي دخلت كنا لا نستطيع قراءتها طبعا عندما وجدنا الشريط دخلنا في مكان خفية اجتمعنا خفية طبعا كنا خلايا سرية في تلك الفترة يعدوننا بهذه الطريقة نحن لا نفعل شيء فقط نسمع إلى شريط أو نقرأ كتاب علم وبهذه الطريقة طبعا أتينا بالشريط أغلقنا الأبواب في الضرام وفتحنا الشريط هذا كان ليل ولنهار ليلا ليلا في مكان مظلم وننظر بين الحين والآخر ممكن أحد يتصنط أو يستمع إلينا وكذا ولا أصف لكم تلك الفرحة عندما رأينا سماحة الشيخ جالسة وما شاء الله مثل هذه الوجوه الطيبة ممتلئة وأصبح ميرن هناك عمال وهناك علماء في عمال وهناك سماحة الشيخ وكذا فأخرا من تلك الفترة يعني بدأت ثقة أكثر وبدأنا أكثر قوة من ذي قبل في تلك الفترة وما زال مشايخنا طبعا لم يكسروا حاجز الخوف بعد صحيح ما زالوا هم الذين يخيفوننا كما قلت لكم نذهب إليهم وهم الذين يرجعوننا إلى الوراء ويخيفوننا